السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بغا دي ديوغو سعيدة جدا بلقياكم كانت منا تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وشكرا جزيلا لكم على تعليقات الاكتر من رائعة وشكرا على الكلام الطيب اليوم غدي نشوفوا طريقة تحضير هالترطة بالكغامل انا اخذت هنا بالنسبة للجنواز او الكيكا الاسفنجي ستت الحبت ديال البيض 180 جرام ديال السكارسانيدا 160 جرام ديال الدقيق الابيض او الفورس 20 جرام ديال الكاكاو المور بدون سكر يعني يكون من نوع جيد سوف ناخده اولا البيض إلا كان لقيته البيض كبير يكون احسن انا هاد البيض اللي استعملت صغير بزاف فحتى هو كيتحكم لنا في الحجم ديال الخليط كنضيفه قبيصة ديال الملحه ننسيت ماذكرتاش مع المكونات السمحولي اياه وكنضيفه السكارسانيدا وكنخلطوه بطره بكهربائي في حمام مريم كنديرو البيض في حمام مريم باش كيساعدنا انه كيطلع مزيان غير في اللول يعني ماشي مودة كبيرة غير كي بدا يدفلينا الخليط سفي كنحيدوه وكنكملو نطربو ممكن تطربو البيض غير هكاك غير ما يكونش خارج من تلاجة يعني يكون في حرارة المطبخ كنطربوه حتى كي يضعف الحجم ديالو كيو اللي يتقيل كي ما كتشوفو غنخليها جانبا وغادي نغرب الدقيق مع الكاكاو وكنعودو نغرب لهم مرة أخرى وكنخلطوهم حتى كي ندمجو كي ما كتشوفو غنخليهم جانبا وناخدو القلب نغلفوه بورق الطبخ للقيس ديال هاد القلب 24 سنتيم على 25 سنتيم انا درت واحد القطيرة ديال الزيت في الاسفل باش كتبت لي الورق واختيت جوج قطاع ديال الورق اللي علاقات المول كي ما كتشوفو بين هاد جوج الورقات درت شوية ديال الزيت باش كيتبتو سوف يو كنغلفوه بهات الطريقة اللي يمتقونا وما كيلسقش لنا الجينواز نهائيا بهات الطريقة كنخليو القلب ديالنا وكنرجعو الخليط اللي حضرنا ديال البيض كنضيفو عليها الدقيق اول كاكاو بشوية بشوية وكنخلطو من الاسفل الاعلاب ببوت ضروري تخلطو غير بشوية لان الى سرعنا غادي نزل لنا الخليط وبحلي ما درناه واني كنخلطو غير بشوية كما كتشوفوه ضروري في هاد المرحلة نخلطو غير بشوية حتى كنكملو الكيميا كلها وما كيبقاش يبان دقيق نهائيا يعني ما كيبقاش الاتار ديال دقيق في الخليط كنصبوه الخليط مباشرة في القلب الفران ديالنا في هاد الاتناء يكون سخون على 180 درجة كندخلوه الجينواز وكنخليوها الطيب المدة ديال الطيب كلها وحده على حسب الفران ديالها ممكن تاخد 15 دقيقة ممكن تاخد اكتر باش كنعرفوها انها طابت كنتكوها بقطيب خشبي في الوسط او كنخرجوه الى القيناه هنا شف معنيتها ان الكيك او الجينواز ديالنا طابت كنخليوها تبرد شوية من بعد كنحيدولي هاد الورق كيما كتشوفوه وغانمشيو نحضروا الكريمة بالنسبة الكريمة انا اخدي جوش كيسن ديال العنباد ديال الحليب مع ميتين جرام ديالا كريم شانتيه اون بودغ هاد المسحوق اللي كلها علبة فيها مئة جرام وغادي نسمها بعمل من وزن خمسين جرام انا اخديت هذا فيه سكر ممكن تستعمله الفلون لي صغير لي سيكون زرق ما ما تيكونش فيه سكر ما عرفت صراحة وش هو اللي زرق ولا ولا لا مهم كيكون شوي يرخص في الثامن من هاد كنخلطوا كل شي هاد الشانتيه كيتحضر كل علبة كتحضر بربع ليتر ديال الحليب كنديرو غير كاس بشكس بقالينا الكريمة تقيلة وكنقدرو اننا ننزيل كنخلطوا بربع كهربائي او في الخلاط الكهربائي حتى هو كيطل علينا يعني الخلاط اللي كنحضروا فيه العاصر حتى هو كيطل علينا هاد الكريمة حتى كتولي تقيلة كما كتشوفوا وغادي نرجعو الجنواز ديالنا بعد ما بردات او كنا نحاولو اننا نقطعوها على جوج بسيكين من بعد ما بيض كبير ممكن يجيكم العلو كتر من هاكا من بعد انا خديد صحن تقديم ممكن تستعملوا دانت او تستعملوا هاد المركة حتى هي مزيانة وكندهنو القطعة لولا ديال جنواز كما كتشوفوا من بعد غدي نرشها باللوز اللي محمر ومهرمش الكيمياء كسبقا على حساب الرغبة ديالكم ممكن نديروا اللوز ممكن نديروا كوكاو او قرقاع لأي مكسرات موجودة عندكم من بعد كناخدو الكريمة كنديروها فلابوش وكنبدأو نديرو بحلقة خطوط كنعمرو باش نديروه حتى نديروه حتى نغطيو القطعة اللولا وكنحطو القطعة الثانية من الفوق وكنعودو نسقيو هاد القطعة الثانية بالحليب او بسيرو او عاصير اللي موجود عندكم والحليب ممكن نديرو معه الكاكاو ممكن نديرو القهوة من بعد كنديرو واحد الكيمياء ديال الكريمة غير شوية باش نغلفو الكيك بوحد طبقة ونغطيوه ايضا حتى الجوانب ممكن تزينوهم بهذه الطريقة اللي بغيتو وممكن تغلفوهم بلوز مهرميش او كوكاو مهرميش او بشكلات محكوك او تخليهم غير هكاكاك من بعد غادي نحضر الكراميل اللي غيكون فاعلة نضيفو المعلقة كبيرة ديال الزبدة ومعالقة كبيرة ديال النشا اللي دوبتها في شوية ديال الماء بعد ما كيولي سكار كغاميل كي ما شفتو ما كنخلطوش في اللويل باش ما كيتحجرش لينا كنضيفو المعالقة كبيرة ديال الزبدة وكنضيفو معها مباشرة كاسدة ديال الحليب متخافوش لان الكغاميل كيتحجر كي ما كتشوفو لان الحليب بارد فغير نخليوها فوق النار فهو غادي يدوب بعد ما كيدوب الكغاميل مباشرة كنصبوها ديال المعالقة ديال النشا اللي دوبناها في شوية ديال الماء ما نكتروش الماء سفيو كنخليوه غير يتقال كيولي على هاد الشكل وكنطفيو عليها النار ردو البل ما تخليوش اي طيب كتر من القياس من بعد غاد ينطحنوه في خلاط كهربائي باش كيولي لنا واحد الكريمة اللي تكون ناعمة يعني مليكة تطحن كتكون احسن وكنبدو نغلفو كنخليوها عفوان تبرد ضروري الكريمة ديالنا تكون باردة انا ما خليساش باردات بزيف بقى شي شوية دافية وكنغلفو يا هاد الشكل ديالنا لالكريمة اللي بقات كنديروها في جيب حلواني وكنبدو نديرو وريده بهاد الشكل تزين كيبقى كل واحد على حسب الرغبة ديالو ونأخذ البومبون على شكل الفخوي روج غنزين بهم من الفوق هذا هو الشكل النهائي الحلوى دينا دي اليوم كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله